اشتركوا في القناة بقوة الدفاع البحرين وبرجالها البواسل المخلصين الذين سيظلون دائما الحصن المنيع لحماية وطننا الغالي العزيز وحماية منجزاته ومسيرته الحضارية ووحدته الوطنية مقدرا جلالته ما يقومون به من واجبات سامية مؤكدا انهم دائما موضع الفخر والاشادة من الجميع كما اشاد جلالته بالتطور المستمر للخطط المستقبلية لقوة الدفاع البحرين لتزويدها باحدث المنظومات العسكرية لرفع قدرات منتسبيها وتأهيلهم بافضل مستويات التدريب العملي والعلمي وارقا علوم العصر العسكرية مقدرا لهم ما حققوه من تفوق في العديد من الدورات الداخلية والخارجية بكفاءة عالية كما ابدى جلالته للجميع توجيهاته الكريمة السامية مشهدا جلالته رعاه الله بالتنسيق والتعاون العسكري المشترك بين الاشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع الدول الشقيقة والصديقة لما فيه خير وأمن دول المنطقة ومواطنيها كافة مؤكدا أن مملكة البحرين تقف دائما صفا واحدا مع الاشقاء والاصدقاء في العديد من المهم الإنسانية النبيلة من أجل الخير والسلام كما أكد صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله أن المملكة البحرين ستبقى بعون الله وبأبنائها الأوفياء المخلصين آمنة عزيزة تنعم بروح الأسرة الواحدة وستظل رايتها خفاقة شامخة وتمنيا جلالته لجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر